موسيقى 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 صباح الخير صباح جميل صباح كله بأمل وتفاؤل الناس هتكلم معكم بالأول اللي بتشكك إنا شخص مسيحي وإنا بجيب أخبار كاذبة أنا باعترب بأن السيد المسيح هو إلهنا ورب المجد إله السماء والأرض اللي بتقول عليه إنه إنسان ضعيف وإنسان جبان وإنسان بيقى يعمل حمام وانسان ما انت عمرك ما هتفهم يعني ايه سلوز او دس. عمرك ما هتفهم ولا اي حال. ما انت لو تفهم ان الشمس قرص ما تقدرش تشوفه بعنيك. لكن تقدر الشعاع تشوفه بعنيك. تيجي تمسك الشعاع ما تشوفه ما تقدرش تمسكه الروح الكدس. لكن انت عمرك ما هتفهم. الشاي عبارة عن شاي ومية وسكر. مثلا بيتحوله بيقو حاجة واحدة. حاجة كده قوي. لكن عقلك عمره ما هيقدر يفهمه. لانك انت مش جواك الروح الكدس. لكن انا ما بجيبش اي اخبار انا بجيب الاخبار المنقولة والاخبار اللي بتتقال. ما بجيبش حاجة من دماغي. الباز يكشف وفاة القمز زكريا بطرس بفيروس كورونا. واكد ذلك. وقال الباز خلال تقديم برنامج اخر النهار المزاع عبر فضائية النهار. انه انتشرت انباؤه ان زكريا بطرس مات. وتأكدت انه مات بكورونا. لكنها في هذا الشهر اغسطس. ولكنها يقول انها معلومة غير صحيحة. واستعرض الباز منشور تهنئة بعيد ميلاده على قناته. واكد الباز ان زكريا بطرس يعاد تدويره مرة اخرى. كما يدم تدوير الزبالة لازعاج الناس في مصر. لا بدأ الى ان الكنيسة الاوذيذفسية كانت قاطعة. واكدت انقطاع الى كتاب الكنيسة منذ 18 سنة. وانه لا يعبر عن جموع المسيحيين. ولفت الباز الى ان الكنيسة الانجلي اصدرت بيانا اكدت به ان المصريين صف واحد. وجاء في البيان اذا كنت لا تستطيع ان تحب من تراه. فكيف تحب من لا تراه. فاشارة الى الله. وماذا قال او ماذا فعلت الدولة عن الشيخ مبروك عندما اهانى وقرح السيد المسيح في الموعزة عن الجبل. لم نسمع شيئا غير انه خرج عندما علم الكل ينقلب عليه. خرج واصبح يعني مش عايزة اقول انه هو اه. ولكن الاخبار المضحقة الاقصر ضحقا الكلام الذي يقال عن ابونا زكريا بطلس. ماذا قاله؟ بلاغ يتهم زكريا بطلس بازدراء الاديان. تقدم المستشار محمد السحيمي ببلاغ النائب العام للمستشار دماذا او حماد الصوي ضد القصيص زكريا بطلس باتهامه بازدراء الاديان والاساء لرسول الاسلام. وذكر المستشار السحيمي ببلاغه ضد زكريا بطلس اننا فوجئنا يوم 13 نوفمبر سنة 2021 بازاعة الكاهن زكريا بطلس يديو يسيء للنبي عليه افضل الصلاة والسلام على اليتيوب. حيث حاول خلال الفترة السابقة بعد الموت الناس او الاشخاص ادخال الدين كسطار للرغبة في الشغلة معتدين على اشرب الخلق ومن ضمن اولاء المشك في حقي على اقتراف افعال تخالف احكام الشريعة الاسلامية. اين القانون المصري واين القانون الدولي. البلاغ تضمن ايضا تلك الافعال تمثل بالحديث على اشرب الخلق وسيدهم وان اول من يكون وكان ذلك على الملأ وعلى مرأة ومسنعة للقادي وكل شيء والصغير بجمهورية مصر العربية وخرين. وهو ما يسيء الى سمع الجمهورية مصر العربية بخلفيتها الاسلامية والعربية. وترسها العريق ويحط من قدرها بين دول العالم الاسلامي والعرب. واكد السحيم ببلاغه للبزاكرية بطرس انه لما كانت تلك الافعال التي اقتربها المشك في حقه تخارب النصوص القانونية الآتي بينها نصة المادة الثانية من وثيقة التعديلات الدستورية الصادرة في ينهي الالبين والبعطة على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة واللغة العربية لغتها النسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. لما كان ذلك هو تدريما للنص الدستوري فضلا عن اعمال مختضى الآية سالبة الزكرة. فقد حدد القانون العقوبات مجموعة من الافعال التي اذا اتاها الشخص او الترفع يؤلم ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل فعل. وحيث ان المشك في حقي اصبح اسمه معروف للعامة. بعد ظهوره ببرامج القناة الحياة الفضائية التبشيرية في 2013. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسوله باسلوب ما يعتبره المسلوب اسلوبا تهجميا غير رائق. واصار الكثير من الجدل ولم يرضى الكثير من الاشخاص الكثيرين بذلك مما ادى الى تناول موضوعا في بعض البرامج الاجتماعية. وتم اقابة برامجه على قناة الحياة التبشيرية في يوليو 2010. وابلغت منظمة جوي اسمايار التبشيرية وهي منظمة تبشيرية امريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة. وابلغت قناة البي بي سي العربية انها ستوقف بس برامج زكريا بطلسي رسالة جاء نصها. بسيط المنظمة في الشرق الاخدر الاوسط. ابلغ بان قناة الحياة التبشيرية قد قررت التواقب عن بس برامج القم الزكريا بطلس. وان هذا الشعر هو الاخير لبرامجه على شاشة القناة. وجاءت رسالة منظمة جوي اسمايار الى تلفزيون بي بي سي عربي. في اطار اعداد القناة لفيلم وثائقي عن المتدررين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج. ما لا يقال الوثائقية. وقد سعي بريق البرنامج الى لقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل في سرية تم. وتحيط العاملين بها باجراءات امنية مشتدة. ليستفسر منها عن تفاصيل اسباب اقاب برامج زكريا بطلس. غير ان الرد على كل محاولات الفريق. كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولين عن القناة. متحققين بان ذلك يعود لا اسباب امنية. ومن ثم تودى فريق عامل البرنامج الى منظمة جوي اسمايار لعلاقة الشراقة الموجودة بينها وبين قناة الحياة التفشيرية لكنها رفضت بدورها. واطلق في ابريل 2011 قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبس من امريكا. شاب. شاب يقول اقوال. شاب مسيحي يقول لا فرق بين مسيحي ومسلم. افوت الوقيعة على هذا زكريا بطلس. ماذا قال هذا الشاب. ازمة جديدة اصل على القم الزكريا بطلس. تهدد فتنة عفية اذ زهر زكريا بطلس في ميديو وياجم رسول الاسلام. وزعم في كلامه ان المسلمين يكتشفون يوميا اخطاء للرسول. وانتشر الميديو كنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. استصدر هشتاك عقبه زكريا بطلس على مواقع التواصل الاجتماعي. ورد الشاب المسيحيين صلاح على صفحته في في نقاط توضيحية على المدعي زكريا بطلس. مرتزق يقيه خالج مصر منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة الامريكية. لا داعي للشتيمة والاهانة. يتخذ من احدى الشاشات مسيرا او منبرا لبس السموم والوقيع وهانة الاستلام. والارطراء عليه بالاكاذيب وهو ما ترفضه الكنيسة. نعم الكنيسة ترفض ذكريح اي شخص. لا يصرح له بالخدنة في برايتون. جنوب لندن في انجلترا. مشلوح من الكنيسة الكبطية الارزوكسية. يعني مرفوض اي مقال. ليس عضوا حاليا في الكنيسة الكبطية الارزوكسية. غير مسموحة له بممارسة اي نشاطات كناسية. ليس مسموحا باي اخز الاعترافات او ممارسة اي من الاسرار المقدسة. حسب قرارات قداصة البابش المهدى الثالث والمجموع المقدس. محزورة لقاءاته ومؤلفاته. الرد الزي الذي يظهر به خاص. برجال الدين. وهو يعتبر ليس لغل الدين وبذلك عنه هو منتحل صفته كاهن. مرارا وتكرارا اكدت الكليسة رفضها القاطع لما يقدمهم. وحزرت الدوائر الداخلية بالكنائس من مشاهداته ومتبعاته وباسم جموع الاقباط نربض اهانة رسول الاسلام. رفضا تما لا مساس بالكتب السماوية والاديان والانبياء. والله ان المسلمين في وطننا اقرب الاقربون لنا ولكلوبنا. كل الاحترام لكل احب انا واهلانا واخوتنا المسلمين واصحابنا. تربينا معا سويا وكبرنا سويا. تعلمنا وعملنا وتوحدت مبادئنا وابكارنا. وتقاصرنا. خفزنا وفرحنا وحزنا. وما تعلمنا ما بعد. ونجحنا وكسبنا. لا فرق بين مسيح ومسلم. وبوتوا الوقيع على زكريا بطرس. هذا كل ما يقال. ولكن نعلم جيدا ان هناك اشخاص يحاولون كل المحاولات. الوقوع بيننا وبينها. كما رأينا من قبل ما هم الاخوان والسلبيين وما هم الداعشين. عدو الاسلام زكريا بطرس. شاز منسيا. هذا ما قيل. ان الذين قفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين قفروا الى بانهم يحشرون من الافعال الانفال ستة وتلاتين. عفوا ان كنت لم اعرفها. وقال عز وجل لمن اظلم. المهم. اكد الاعلامي محمد الباذ. وقدم برنامج اخر النهار. على فضائية القناة النهار. ان الكفة السكرية نأسب لهذا القول. وذلك عبر وثيقة نشرها. وترجع الوثيقة لعام الفين واثنين. حيث ارسلت الكنيسة الاستراليا الى الكنيسة المصرية تقول ان المواطنة بات عدل خير في ولاية رايتون. تشكو القم الزكريية باترس. بانه متحرش بنجلها جورج يوسف اسكندر. حيث يدوى على اماكن حساسة بجسمه. وضغط عليها بشدة. واضحت ان المواطنة كانت ستولغ الشرطة الاسترالية بهذا الموضوع. لكنهم اقنعوها بعدم فعل ذلك. لان هذا الموضوع سيكون رضيحة للكنيسة المصرية. اقوال غير صحيحة وغير ومنقولة بالخضاء. اكيد مية في المية. الوصيقة الكنيسية تؤكد هذا الكلام لم تؤكد هذا الكلام. والتي فيها يشتكي اسكوب اسطروليا الانبا دانيال من هذا الشخص لم تؤكد هذا الكلام. التحرش بدفر ببرايتون حيث قام بوضع هذا على احدى المناطق الحساسة باسمه وضغط عليها لم نؤكد هذا الكلام. جلب عاهرة تمارس الرزيلة داخل الكنيسة ويأخذ منها مقابل المدى. كل هذا كلام مشوش. كل هذا كلام لا ليس له صدق. كل هذا كلام ليس له اي تأكيد. ولكن الكل يبحث عن فضائح للكايم زكريا بطرس. حقيقة الامر. الامر الذي اضبح فيه مزلة ودمة. احبائي وعزائي اشكركم على كل محبتكم وعلى كل ما كناه لكم. انا في خدمتكم دائما. ومستعدة لكل الاستعداد. ان اقابل الاهانة. ان اقابل الشتيمة. صاحب النيابة الحبر الجليل الامبى بشهوه مطران ديمياط وسيكورتير المجمع المقدس. ورئيس دير العفيفة الشهيدة ديمياط. فقد اشتكى في عشر خمسة سنة تسعة وتسعين. جاءني شكوى من فات عدلي خيري من شعب كنيسة الامبى ابراهام ببرايتون تشكو فيها من اعتداء الكمة الزكريا على ابنتها. في تمانية وعشرين الفين وواحد. ابلغ احد المخلصين من شعب كنيسة الامبى ابراهام بان الكمة الزكريا اتى بفتاة من اصول اسياوية. واخذها في احد الغروف الملحقة بالكنيسة. لم نؤكد هذا الكلام. فضائح اسرته التي تجلبه. لم نؤكد هذا الكلام. ولكن ليس دفاعا عن الاب المحترم ابونا زكريا بترس. الاب المبجل. ولكن للك ان اخوتنا المسلمين لهم كل الاحترام. لهم كل الحب. لهم كل الاشتياق. لاننا من اب واحد ابونا ادم وام واحدة امنا حواب. انتظر وانظر الى اصابع. لن تجدوا صابع مثل الاخر. الله خلقنا مختلفين. لنكمل بعضنا. الله خلق عقلنا مختلفة. من اجل ان نكمل بعضنا. خلق الضعيف. وخلق القوي. خلق الذي يبصر. وخلق الذي اعمى. خلق المفكر. وخلق الجاهل. خلق الطبيب. وخلق الجاهل. وخلق كل انسان مختلف. لنكمل بعضنا. شكرا احبائي واعزائي. مع اعتذاري لكل اخواتنا المسلمين. ان كان هناك اي تشوى او يدين اي شخص المسلم. لانني اعتز بهم. اعتز بصدقتي وباخوتي لهم. شكرا لكم احبائي واعزائي. واتمنى لكم كل الخير والسلام. وسلام الرب يكون معكم. آمين. مساء الخير احبائي واعزائي. العجيب وما العجب. ما فعلته بينا مع القص زكريا بطرس. زكريا بطرس. هو قمس كبتي مسيحي اردزوكس. ولد في عام الف تسعمية اربعة وتلاتين. واترشب في شبين القوم. وتم نقله الى طنطا. ثم رجع الى كنيسة ماري مرقص في القاهرة. وعمل كاهنا في استراليا السنة اتنين وتسعين. ثم عاد الى مصر. ثم عاد بانجلترا. واشتغل في انجلترا. ودرس في كلية الاداب. وحصل منها على لصنص التاريخ. اثر في تكوين شخصيته. واتجاهه. ورس عن اخيه انجيله الذي اصبح انجيلة بطرس سنة بعد. اعطته مجلة جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008. وصفته صحيفة الانسان الجديد بعدو الدين الاسلامي رقم واحد. كما وضع تنظيم القعدة مكافأة بحوالي ستين مليون دولار لمن يقتله. بطرس زكريا او زكريا بطرس يطلق باسم فايز بطرس اربعة وعشرين اكتوبر سنة اربعة وثلاثين اتولد. بكفر الدوار محافظة البحيرة مصر. اقامته بالولايات المتحدة الامريكية. الجنسية مصري. الديانة مسيحي قبطي ارجوزوكس. المهنة كمس اللغة الام لهجة مصرية. اللغات هي العربية والانجليزية. اصبح اسمه معروف للعام بعد ظهوره في برنامج او برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية سنة 2003. والتي تعمل على انتقاد الدين الاسلامي ورسول الاسلام. باسلوب يعتبره المسلمون اسلوبا تحجميا. غير لائق اصار الكثير من الجبل. ولم يرد كثير من المسلمين. مما ادى الى تناول موضوع في بعض البرامج الاجتماعية كما حزيت باهتمام وتغطية من قنوات عالمية. وفي يوليو من العام الفين وعشرة. ابلغت منظمة جويس ماير التبشيرية. وهي منظمة تبشيرية امريكية. تعمل بالشراكة مع قناة الحياة التي ابلغت قناة البي بي سي عربي. انها ستوقف بس برامج زكريا بطرس في رسالة جاء فيها. ان وسط المنظمة في الشرق الاوسط. ابلغها بان قناة الحياة التبشيرية قد قرر التوقف عن بس برامج القمس زكريا بطرس. وان هذا الشعر هو الاخير لبرامجه على شاشة القناة. جاءت رسالة منظمة جويس ماير الى تلفزيون البي بي سي عربي. في اطار اعداد القناة بفيلم وثائقي عن المتنصرين في العالم العربي. ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوثائقية. وقد سمي فريق البرنامج الى لقاء المسئولين في قناة الحياة. التي تعمل في سرية تامة. وتحيط العاملين بها باجراءات امنية متشددة. ليستفسر منهم عن تفاصيل ازباب اقاب برامج زكريا بطرس. غير ان الرد على كل محاولات الفريق. كان يقابل بالرفض من قبل المسئولون عن القناة. متحجبين بان ذلك راجع لازباب امنية. ثم توجه فريق وعمل البرنامج الى منظمة جويس ماير. لعلاقة الشراقة الموجودة بينها وبين قناة الحياة. ولكنها رفضت بدورها. انتتاحة قناة جديدة. قام في ابريل 2011 باطلاق قناة جديدة خاصة باسن الفادي تبس بامريكا الشمالية. وهي تبس الان في الشرق الاوسط. وردود فعل اخوتنا المسلمين. ادى اسلوب القمس الى خلق سخت عام من قبل اخوانا المسلمين. وكثير من المسيحيين. مما حدى بعض الاساقف الى التحذير منهم. وفي تصريح للبابة شنودة بان اسلوب الذكرية بطلس غير مرضي. وان مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الاسلام وحسب. وانما بمفهوم للخلاص واعتقاده بالخلاصة في لحظة. الردود والمناظرات. ادى اسلوب القمس في حوار الاخر الى عرض مجموعة من المثقفين. وطلبت العلم المسلمين الرد على القمس وذكرية واخرين. قرروا ان يتجاهلوا. وكان ابرز من قام بالرد عليه الكاتب المصري ابو اسلام احمد عبدالله. والدكتور ابراهيم عود ومصطفى السابت. ومحمود القاعود والدكتور عبدالله البدير. او البدر كما ادعى بعض هؤلاء القمس الى مناظرة النفتوحة. في مكان محايد كالاذاعة او التلفزيون او بالتوك. ومنهم الشيخة وسامة عبدالله وخالد الجندي الذي يتعم زكريا بطرس بالتعرض من المناظرة. مما جعله يصرخ بحوار له مع العربية انه مستعدا لهذه المناظرة على ان تكون في مصر. رفض بطرس بعض المناظرات قام ابو اسلام احمد عبدالله بدعوة زكريا بطرس. لمناظرة على ان تكون في مصر. وقال لا يخطئ بطرس في حق الاسلام الا انه رفض مبررا ذلك لازباب امنية. مطالبات باسقاط جنسية قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم انزار لرئيس المزراء. السابق احمد نظيف ورئيس الداخلية السابق حبيب العدلي. والبابا شرودة مطالبا باسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس. لاخلال بطرس من استقرار وامن مصر في الداخل والخارج. واعتبر ان ايهانة الاسلام كالخيانة العظمة. وقال انه اذا لم يتهم تنفيذ ما جاء في الانزار سيقوم باللجوء الى محكمة الخضاء الاداري بمجلس الدولة لاستدار حكم باسقاط الجنسية المصرية. طلبات للقبض عن طريق الانتربول. قاد محامي مصري رئيس الجمهورية وزير الخارجية والداخلية والاعلام النائب والعام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس. مطالبا رئيس الجمهورية السابق حسن مبارك بقطع العلاقات الدبلوموسية مع الدولة التي توزر منها بس قناته. وطارد سفير هذه الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها. وطالب وزير الداخلية السابق حبيب العدني بتكليف الانتربول الدولي بالقبض على بطرس وضرحيله الى مصر. بمحاكمته كما طالب وزير الاعلام السابق واناس الفيري ان يصدر امر بمنع بس قناته. سابقا قام اربعة محامين بالمطالبة بنفس الشيء. دعواتا لقطنه. دع تنظيم القاضة الى قتل زكريا بطرس وضعا على رأس ستين مليون دولار. فيينة. كان سيكون محاضرة في فيينة يوم ستة مايو الفين وعشرة. لكن الغي المعتمر بعد ان وصلت تهديدات اسلامية كثيرة بالعمق. هذه المحاضرة كانت من المفترض ان يكون اول ظهور عام له في اوروبا سابقا. رصلت القاضة مبلغ قدره ستين مليون دولار لمن يقتله. احبائي واعزائي لكم مني كل الحب والتغذير وسلام الرب يكون معكم امين. ولنا كل السلام لكل اخوات المسلمين. وان شاء الله تكون علاقتنا علاقة جيدة وعلاقة محدة. اشكركم على كل شيء. وربنا يا ربي يتمكند ويكون كله بسلام وخير.